شبوة تنتصر على ميليشيا لانتقال المدعومة من الإمارات ماذا بعد انتصار شبوة؟ هل ستحرس الدولة انتصارها هناك؟ وهل ستبسط سيطرتها على الموانئ ومنابع النفط والغاز؟ أهلا بكم سيطرت القوات الحكومية اليوم على ميناء بلحاف الاستراتيجي جنوب محافظة شبوة وبعض المواقع التي كان مسلح الانتقال يسيطرون عليها وبهذا تكون محافظة شبوة محرارة بالكامل بحسب إعلان المحافظ من عديو وفي محافظة أبيان تفيد الأنباء الميدانية أن قوات عسكرية تابعة للجيش تعيد تموضعها في المحافظة لصالح نفوذ الدولة العسكري إذن تمدد للدولة على حساب الانتقال بعد أن مني بضربة قوية استضمت بصخرة تقاطع المصالح للرياض وأبو ظبي في اليمن على المستوى السياسي تسعى الرياض لتعميد النفوذ السعودي والإمارات الحالي جنوبا وشرقا تحت لافتة الحوار السياسي الذي دعت له الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في جدة فأل سيمرر هذه مخططة تقسيم أم أن انتصارات شبوة ستكون خطوة الأخذ بالزمام المبادرة للحكومة الشرعية في تعزيز نفوذها على الأرض في ظرف أيام قليلة انتصرت شبوة لنفسها ولليمن الكبير بعد أن صدت محاولة اجتياح فاشلة من قبل قوات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات اليوم أعلن المحافظ محمد بن عديو أن شبوة أصبحت مدينة آمنة بعد استكمال السيطرة على الجيوب الأخيرة للمتمردين أخيرها كان السيطرة على ميناء بلحافي الاستراتيجي بعد خروج القوات الإماراتية منه باتجاه المكلة إذن شبوة محافظة يرفرف في تبابها ومقراتها الحكومية عالم الجمهورية اليمنية وقبل ذلك في أذهان أبنائها الذين قلبوا المعادلة السياسية والعسكرية وسجلوا أهدافا في مرمى خصوم البلد محليا وإقليميا لكن ماذا بعد شبوة؟ يتساءل المراقبون حول أولويات الحكومة في هذه المحافظة التي تعتبر الرئة الإرادية للبلد لا سيما مع وصول دولة رئيس الوزراء إليها وعقد اجتماعات وزارية طارئة تتجه أنظار جميع اليمنيين اليوم نحو شبوة وكيف ستتعامل الحكومة والسلطة المحلية عقب هذا الانتصار خصوصا بعد خروج القوات الإماراتية التي كانت تسيطر على المنشآت الحيوية كميناء بالحاف وميناء علي وآبار النفط والغاز مراقبون يرون أن انتصار شبوة رغم وقوف دولة الإمارات مع الانتقال بكامل إمكانياتها تم بإعاز ودعم سعودي كجزء من مشهد تقاسم النفوذ بين رياضي وأبوظبي تريد رياض التعزيز نفوذها في الشرق اليمن مقابل إخلاء الجنوب لأبوظبي فيما ترك الحوثي لتعزيز سلطته في الشمال تطبيع الأوضاع في شبوة وبقية المناطق المحررة مرهون بالعودة النهائية لقيادة الشرعية والعمل على تعزيز حضور الدولة ومغادرة فنادق الرياض التي أصبحت أقرب للشتيمة بعد أن أقامت فيها قيادة الدولة أكثر من أربع سنوات وزارة الخارجية رحبت بحوار جدة مع متمردي الانتقال بعد أن كانت رفضته إبان سيطرة الانتقال على عدن فيما يبدو أن هذه المحادثات إن تمت ستكون وفق واقع مختلف بعد أن كسرت شوكة الانتقال في شبوة إلا أن المخاوف الكبرى تتمثل في كبح جماح انتصار شبوة وإعادة تكبيل الحكومة بقيود الضغوط السعودية تحت لافتة التفاهمات يرى اليمنيون أن شبوة ألقت حجراً في مياه التحرير الساكنة لتخليص البلد من سيطرة الميليشيا وإنهاء الوجود الإمارات من الجزر والموانئ وكامل التراب اليمن إذن مشاهدين الكرام وجدد ترحيب بكم وكذلك بضيفي الذي سيكون معنا عبر الأقمار الإصطناعية المحللة السياسي عبد العزيز المجيدي من تعز وسين ضمعوا أخرون خلال هذه الحلقة بداية مساء الخير أستاذ عبد العزيز مساء النور عليك وعلى أستاذ مشاهدين أهلا بكم أستاذ عبد العزيز ما حدث خلال الأيام الماضية لم يكن مجرد استعادة شبوة وميناء بلحاف بل وصف بأنه استعادة للشرعية وإعادة الثقة بها إلى حد ما في ذهنية المواطن أنت كيف تقيم طبيعة العلاقة أو طبيعة تحولات الأحداث في شبوة؟ أعتقد أن المعركة في شبوة كانت معركة مهمة وضرورية للشرعية لكنها ليست بتلك القيمة المبالغ فيها التي يتحدث عنها البعض باعتبارها معركة فاصلة بين الانفصال والوحدة وما إلى ذلك من هذه المسميات الصراع الذي اشتعل في عشر غسطس الفاتر وأشرفت عليه دول التحالف السعودية والإمارات هو صراع ضبطت نقلاته السعودية والإمارات تماماً وأعتقد ربما أن السعودية لاحظت بأن الإمارات ربما خرقت عن الاتفاق المبرم بينهما ضمنياً بشأن السمح للمجلس الانتقالي بالسيطرة على عدن وبالتالي حاولت إيقاف وكبح جماح الانتقالي والإمارات من خلفه في شبوة وشبوة تعني الحزام النفطي للمملكة العربية السعودية وأيضاً الحاجز القورافي الذي يمكن أن يبعد الانتقالي عن حدودها القنوبية القنوبية الشرقية بالتالي العملية كانت إلى حد كبير عبارة عن نقلات تم التعامل معها بشكل متفق عليه ربما مسبقاً البيانة المشتركة للإمارات والسعودية تحدث عن وقائع تخص الدولتين وظهر بأن الحكومة الشرعية طرف مغيب وغير موجودة بل إنه ضبنياً أدان الحكومة الشرعية بإدانة ما سماها تشويه دور الإمارات والمعروف أن الحكومة الشرعية بمؤسساتها المختلفة وقهت اتهامات صريحة للإمارات العربية المتحدة بالوقوف خلف عمليات الانقلاب التي تمت في عدن وإشعال الحرب في المحافظات القنوبية إذن هناك من يسأل الآن ماذا بعد شبوة هل ستواصل الشرعية خطواتها في طريق استعادة عدن وأبيان وإنهاء الميليشيا بكل فصائلها؟ من المفترض أن هناك مساحة لحركة الشرعية يجب أن تخذ بزمام المبادرة الآن حتى لو كانت هذه الحركة مضبوطة بتوقف سعودي ماء لكن أيضا يفترض هناك شكل من أشكال الانتعاش المعنوي للشارع اليمني وأيضا حتى للقوات العسكرية وبالتالي تستطيع الحكومة والشرعية أن تأخذ بزمام المبادرة الآن وأن تفرض شروطها والذهب باتقاه استعادة الشرعية بشكل كامل في عدن وفي أبيان ليس بالضرورة أن تكون أيضا مواقهة عسكرية ولكن أيضا يجب أن لا تذهب إلى أي حوار قبل أن يتم العودة السلمية للحكومة ومعسكراتها في محافظة عدن وفي أبيان إذا ظلت تترك مساحة الحركة للتعامل بين السعودية والإمارات فإننا سندخل فصل جديد ومشاهد جديدة من العبث الإماراتي السعودي وبالتالي سنكون أمام مشاهد مأساوية ستزيد من حالة الاستنزاف الداخلي للشرعية ولليمنيين وإطالة أمد الصراع لا بد من مجموعة خطوات ضرورية تتعلق بأداء الشرعية أولا رفض الذهب باتقاه أي حوارات قبل عملية دمك الميليشيات والتكوينات والتشكيلات المسلحة خارج سيطرات الشرعية الاشتراط بعودة الحكومة الشرعية إلى عدن قبل الذهب إلى أي مشاورات أيضا إعادة صياغة التحالف مع المملكة العربية السعودية بحيث يضع النقاط على الحروف ويحدد مصالح كلا الطرفين ماذا تريد السعودي وماذا تريد اليمن بما يحمي سيادة البلد وأيضا يضمن سلامة ومصالح المملكة العربية السعودية في اليمن وهي بالتأكيد إذا كان هناك مصالح فيجب أن تكون مصالح بالاتفاق مع الحكومة الشرعية ويتم أيضا شرعنتها من خلال المجلس التشريعي الذي يمثل إرادة اليمنين هناك مجموعة من الخطوات المفترض أن على الحكومة الشرعية القيام بها الآن وبصورة عاقلة ويتتعلق مثلا بعمليات إعادة الأمن إلى محافظة شبوة وترتيب القهاز الأمني هناك بما يؤدي إلى ضبط الحياة الحياة الناس داخل المدينة وتأمينها بشكل يقدم نموذج في هذه المحافظة أيضا الاهتمام بالجانب التنموي فشبوة حرمت من التنمية طيلة فترات حكم علي عبدالله صالح وبالتالي أعتقد بأنه حان الوقت لإعادة الاعتبار لهذه المحافظة اليمنية الباسلة هناك العديد من الإقراءات التي يتوقب على الحكومة الشرعية القيام بها وأعتقد بأن هذه الإقراءات يستحقها أبناء شبوة ويجب أن تنفق الحكومة الكثير من الأموال والمخصصات لتنمية المحافظة والاهتمام بالبنية التحتية وأيضا الاهتمام حتى بأبناء المحافظة من خلال إعادة تنسيب أفراد القيش الذين أعلنوا انضمامهم للشرعية في الأجهزة الأمنية والقيش بما يؤدي أيضا إلى ردم الهوة والفقوة التي حاولت الإمارات الاشتغال عليها بإثارة النزاعات المناطقية في شبوة وبعض المناطق القنوبية علينا أن لا ننسى بأن الإمارات اشتغلت على إثارة النزاعات القبلية والمناطقية في شبوة نفسها بالذات وعندما قامت بإنشاء تشكيلات ما يسمى بالنخبة الشبوانية شكلت لكل قبيلة نخبة خاصة بغرض استخدام هذه التشكيلات في وقت لاحق ربما ضد بعضها وبنفس الوقت لخدمة الأجندة والمصالح والمخططات الإماراتية التي حتى الآن ربما فشلت نوعا لكنها لم تنتهي إذن هناك من يتسأل سيد عبدالعزيز أنه حينما تدخلت السعودية لوقف الحرب الآن مع أن المجلس الانتقالي ما زال يسيطر على عدن وأبيان هناك من يتسأل هل يمكن أن تبقى الصورة على ما هي عليه الآن البجلس الانتقالي في عدن وأبيان ميليشيا الحوثي في الشمال شرعية سيطر على بعض المناطق ما الذي يحدث؟ بالنسبة للإمارات والسعودية فهما يديران صراع نفوذ ومصالح في هذه المناطق ويحاول كل طرف أن يضع يده على مجموعة من المناطق بحيث يضمن هذا النفوذ في هذه المناطق وبالتالي لا أتوقع من الطرفين أن يقوموا بخطوات من شأنها إعادة الشرعية إلى عدن مثلا من خلال الضغط على المجلس الانتقالي بإخراج معسكراته من على الأقل من المنشآت والمعسكرات التي سيطرت عليها في أبيان وعدن على العكس من هذا شاهدنا التحالف والسعودي والإمارات تحديدا يطالبان بوقف إطلاق النار ويمارسان ضغط بدأ واضحا من خلال قرار وزير الدفاع بوقف إطلاق النار وهذا الضغط عمليا لم يقوم به بشكل صريح وواضح ضد مع المجلس الانتقالي عندما سيطر على عدن وذهب باتقاه أبيان ثم بعد ذلك ذهب لإشعال الحرب في شبوة نحن بصدد معارك جانبية للتحالف فكل الطرفين يعيدان ترسم مناطق نهوذهما على حساب اليمنيين وباستخدام أيضا الدماء اليمنية وهذا هو الشيء المؤسف فيما يحدث ومن المؤسف أيضا أن يحدث ويستمر خلال الفترة المقبلة وتظل الشرعية بأداءها الضعيف كما كان في الفترة الماضية على الشرعية الآن أن تدرك بأن خلفها أيضا كل القوى اليمنية والشعب اليمني وحتى أيضا القوى والمجتمع الدولي إلى حد كبير هناك إعلانات كثيرة تتحدث عن مساندتها ووقوفها إلى جانب الشرعية بالنسبة للإمارات والسعودية منذ البدء عمد إلى السمح للمجلس الانتقالي بالسيطرة على هذه المناطق وكان هناك تسريبات نشرت في وكالة رويتس تحدث عن إعادة هيكلة وهندسة وتصميم الشرعية بالطريقة التي تناسب هاتين الدولتين بل إن الحديث ذهب باتقاه الاشتغال على فكرات خلق هيكل وتكوينات وتشكيلات عسكرية خارج وزارة الدفاع وهيئة الأركان الرسمية في مأرب وفي مناطق كثيرة في شمال البلاد وبالتالي نحن بصدد مشروع ربما يحاول إعادة نظام قديم للمشهد نعم نسمح لنا فقط أن ينضم معنا الأستاذ راجح بادي المتحدث باسم الحكومة اليمنية مساء الخير أستاذ راجح مساء النور أهلا بك أستاذ راجح الانتصار في شبوة دفع لاستفاف وطني جامع معها إلى أي مدى ممكن أن تحافظ الحكومة على هذا النجاح وهذا الانتصار في شبوة أولا يعني نهنئ كافة ابناء الشعب اليمني بهذه الانتصارات التي حققها الجيش على ميليشيات ما يسمى في المجلس الانتقالي في محافظة شبوة التي أصرت على طرد هذه المواجهة والهجوم على عاصمة المحافظة عتق نتمنى الشفاء العاجل للجرحة والرحمة للشهداء الذين سقطوا في هذه الأحداث التي شهدتها محافظة شبوة الانتصار اليوم انتصار كبير ويؤكد للعالم أن الادعاءات التي كانت دعيها المجلس الانتقالي أنه يمثل الجنوب هي ادعاءات كاذبة وغير صحيحة وأن غالبية أبناء الجنوب يرفضون توجه المجلس الانتقالي لصياسات المجلس الانتقالي الانتصار اليوم انتصار كبير بفضل التفاق ابناء الشعب أولا في محافظة شبوة ومحافظة أبيان خلف القيادة السياسية ثم المؤسسة العسكرية التي صمدت وقدمت بطولات رائعة في هذه المعركة ونتمنى أن المجلس الانتقالي ومن دفع المجلس الانتقالي لهذه المواجهة أن يعود درس جيدا مما حدث في شبوة نعم يعني هناك من يتسأل استاذ راجح ما الخطوة القادمة للحكومة كيف يمكن أن تحافظ على هذا الانتصار وربما أن لا تقبل به فقط أن تذهب باتجاه عدن وأبيان أيضا الحكومة حريصة أولا على عدم إراقة الدماء سواء في شبوة أو في أي محافظة أو في أي منطقة يمنية لكن للأسف كما قلت أن هذه المواجهة فرضت علينا من قبل ميليشيات المجلس الانتقالي والقوى التي تقف خاصها نحن بالنسبة لنا كحكومة شرعية نحن لن نتراجح خطوة واحدة بالنسبة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الذي توافق عليه اليمنيين في حوار مطول هذا هذا بالنسبة لنا استراتيجيلا نتردد لحظة واحدة في تحقيق أحلام اليمنيين في يمن اتحادي عادل يتقاسم في الجميع السلطة والثروة ماذا عن تطبيع الحياة في شبوة أستاذ راجح هناك من يتسأل أنه يجب على الحكومة أن تقوم بتأمين حياة الناس بإعادة الجهاز الأمني وأيضا الاهتمام بالبنية التحتية والكثير والكثير من النقاط التي ربما تدفع الناس بالتفاؤل بوجود الدولة التي يبحثون عنها أنا أعتقد أنه زيارة الأخ رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك إلى عتق في ظل هذه الأوضاع هو تدشين لتطبيع الأوضاع في محافظة شعود بواب شكل عام والإشراف على تثبيت الأمن والاستقرار فيها وإعادة التنمية وكما تابعتم اليوم تم الإعلان اليوم عن خمسة مليار ريال للخدمات في محافظة شبوة الزيارة رسالة واضحة أن محافظة شبوة محافظة آمنة ومستقرة وأن خطوات التطبيع في هذه الأوضاع في هذه المحافظة تسير بوتيرة عالية وإشراف مباشر من فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي ولذلك كان التوجيه بضرورة تواجد رئيس الوزراء وعدد من الوزراء الخدمات الهامة في محافظة شبوة مثل وزارة الصحة والتربية والتعليم ونائب رئيس الوزراء ووزير النفط في هذه الأثناء في محافظة شبوة نعم بذكرك وزير النفط السيد راجح وبعد استكمال عمليات العسكرية تقريبا وعودة ميناء بلحاف والمنشآت النفطية للحكومة هل ستتمكن أخيرا من تصدير النفط والغاز؟ إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة نسبع أخبار جيدة فيما يتعلق بهذا الموضوع نعم إذن عودة الحكومة هل كان قرارا مستقلا أم بالتنسيق مع الجانب السعودي؟ نحن بالنسبة لنا في الحكومة على تنسيق كامل وعلى مستوى عالي مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية الدعم الكبير لنا في الحكومة الشرعية سواء فيما يتعلق بتثبيت الأمن والاستقرار وفي التنمية نحن وحلفاء مع المملكة العربية السعودية وحلفنا هذا حلف راسخ وثابت والتنسيق على أعلى مستوى وفي كافة القضايا الكبرى نعم إذن شكرا جزيلا لك راجح راديا المتحدث باسم الحكومة كنت معنا عبر الهاتف أعود إليك أستاذ عبد العزيز أستاذ عبد العزيز ما حدث في شبوة ألا يعد مؤشر جيد ربما أو مبشر بالخير أيضا على قدرة الدولة على إنهاء التمرد سواء في شمال الوطن أو جنوبه الدولة أعتقد أنها قادرة على أن تقوم بدورها كما يجب لكن هذه المعارك والحرب الأخيرة التي اندلت في المحافظة القنوبية كشفت عن جانب مهم وهو كيف أن التحالف عمد خلال أربع سنوات من الحرب إلى إنشاء قيش موازي للقيش الرسمي الذي ينتمي ويتبع وزارة الدفاع وكان هذا القيش الموازي هو القيش الأقوى والأكثر عتادا وتسليحا كما شاهدنا من خلال العربات ومختلف العتاد العسكري الذي حصلت عليه مثلا ألوية الدعم والإسناد والحزام الأمني هذه عبارة عن معسكرات الشرطة حصلت على عتاد ثقيل وتميزت عن الجيش الوطني إلى درجة أنها استطاعت أن تسيطر على الأوضاع في عدن بدون أي مقاومة محدودة استمرت لمدة ثلاثة أيام رغم أن التحالف أيضا أسهم بحسم المعركة في اللحظات الأخيرة من خلال تدخل المملكة العربية السعودية لكن في نفس الوقت ما حدث في شبوة يعكس إمكانيات وقدرة القيش الوطني على خوض معارك كبيرة ومهمة تتعلق أيضا حتى بمسألة التضاريس والجغرافية الصعبة التي تتواجد فيها سواء في مناطق شبوة أو في مناطق الشمال حيث تتمركز في محيط صنعة والمناطق الأخرى ذات التضاريس الوعرة والصعبة وبنفس الوقت أيضا تؤكد أن هذا الجيش لا يرد له أن العبد الرئيسي في المستقبل في البلاد وإنما هناك تحركات وأنشطة ودعم وتمويل لميليشيات وتشكيلات حصلت على مختلف أنواع الدعم والتسليح وهي تتواجد في أكثر من منطقة اليوم مثلا تخرج بيانات بعد بيانة السعودية والإمارات المشترك والذي يتحدث عن التهدية وإطلاق النار تخرج بيانات من ما يسمى ألويات العمالقة وأيضا ألويات اللواء الواقعة تحت سيطرة اللواء هيثم قاسم طاهر وهي تتحدث بنفس خارق سيطرة الدولة والشرعية وهي تتعامل بشكل مباشر مع التحالف باعتباره هو من يمولها ويدعمها وينفق عليها وتتحدث أيضا باعتبارها تمثل قهات ومناطق هذه التشكيلات وهذا النوع من التشكيلات الذي أيضا ينضم إليها وقز منها تشكيلات طارق صالح الذي تحدث بالأمس وقال بشكل صريح بأن شرعيته هي بندقيته وبالتالي نحن أمام مخاطر كثيرة حتى في المستقبل وبالتالي لا زال الأمر يراوح في نفس المكان حتى اللحظة ليس هناك معالقة قدرية للمشكلة أن ناقم عن وجود تشكيلات وميليشيات لا تخضع لسيطرة الحكومة الشرعية التي جاء تغطاها التحالف العربية الذي يزعم أنه قاري إعادة الشرعية وشاهدنا أيضا نصفه الآخر يقوم بعملية تقويض ضرب الشرعية ألا يفترض بالحكومة أن تستغل ما حدث لصالحها أن هذه الميليشيات التي يتم دعمها هنا وهناك هي مجرد لغم يمكن أن ينفجر في أي لحظة وفي أي وقت أمام الحكومة هوامش كثيرة للحركة والضغط من أجل إنهاء هذا الوضع المشوى لكن مشكلتنا دائما بأن هناك حكومة وشرعية ورئيس يعيشون خارق البلد لا يتصرفون بنفس المسؤولة والمستوى الذي يجب أن تكون عليه حكومة وقه انقلابين وحرب طويلة وعملية استنزاف كبيرة وتدمير للبلد بشكل ممنهج الشرعية يجب عليها أن تتحمل مسؤوليتها وأن تستيقظ إن لم تستيقظ طوال أربع سنوات فأعتقد بأن الضربة الثانية التي تلقتها في عدن يجب أن توقظها وأن تتحرك بشكل متساوي مع حجم التحدي على الأقل إن لم يكن يسبق هذا التحدي لأن هناك إشكالات كبيرة ستواجهنا قريبا وربما نشاهد نفس السيناريوهات والمسلسل يستمر بأوقف مختلفة وبالتالي سنعود منقددا إلى الحديث عن الإمارات ودورها التخريبي وما إلى ذلك بيان التحالف اليوم التحالف السعودي الإماراتي هو تقديد للتحالف بين الإمارات والسعودية ورغم أن الحكومة الشرعية بكافة مؤسساتها وقهت اتهامات صريحة وواضحة للإمارات وحتى اليوم بأنها ضالعة بشكل مباشر في عملية التمويل والتسليح والدعم لميليشيات المجلس الانتقالي ربما في البيان الذي صدر من وزارتي الخارجية السعودية والإماراتية نقطة ذكرت الحكومة ضد الإمارات ورفضوا ذلك بشكل مطلق ما هو تعليقك على ما ورد في البيان بشأن هذه النقطة لم أسمع السؤال نعم أستاذ ذكرت أنه هناك في بيان وزارتي الخارجية السعودية والإماراتية هناك نقطة ذكرت رفض الوزارتين بشكل مطلق ما تم اتهام الإمارات به من قبل الحكومة أو من قبل حتى الناس ما هو تعليقك على هذا الرفض وربما كان ما حدث واضح لجميع الناس أن الإمارات فعلا هي من كانت وراء ما حدث واضح أن عملية تسوية تتم على حساب اليمنيين تسوية بين السعود والإمارات تتم على حساب اليمنيين وعلى حساب بلدهم وعلى حساب مستقبلهم وعلى حساب دولتهم المفترضة البيان عمليا يتحدث عن مشكلة كما لو كانت تخص الإمارات والسعودية فقط الحكومة اليمنية غير موجودة وهي المعنية الرئيسي في عملية التحالف يفترض أن التحالف قال لمساعدة هذه الحكومة الشرعية والحكومة الشرعية وقهت رسائل رسمية واتهامات للإمارات بالوقوف خلف هذه الأعمال وهذه القريمة بينما السعودية والإمارات تذهبان باتقاه التقديد على تقديد التحالف وأيضا رفض الاتهامات وما سموه تشويه الدور الإماراتي وكأن العبث بالدماء اليمنية أمرا مستحقا لمصلحة الإمارات وعليها أن تعبث كما تشاء وبالتالي إذا صرخ اليمنيون اعتبروه دورا تشويهيا للإمارات وبالتالي نحن أمام مرحلة فارقة وصعبة يتوقف فيها على الحكومة الشرعية والرئيس هادي أن يخرج بالعلن وأن يرفض مثل هذا الشغل الذي يقعل من اليمنين هامش في صراع بين يبدو كما يبدو بين الإمارات والسعودية نحن الأصل ونحن أصحاب البلد ونحن أصحاب القرار وبالتالي على السعودية إذا أردت أن تتسمر بالتحالف أن نعيد صياغ التحالف يضبط العلاقة بين البلدين ويحدد أيضا المصالح المشروعة التي يمكن تأمينها بين البلدين لكن أيضا رفض أي شغل خارج سيطرة الحكومة الشرعية رفض دعم التشكيلات والمسلحة والاستمرار ببقائها بهذا الشكل أمام الحكومة الشرعية أيضا قدرة على المناورة بالبحث عن تحالفات قديدة السعودية ليست هي الخيار الوحيد ربما نحن نشعر بأن السعودية يربطن بها مصير مشترك لكن هذا البلد قيادته ربما تتصرف خارج هذه المسؤولية المناطبها وبالقدر الذي مارست فيه صمت أثناء الإنقلاب في صنعها في 2014 وكان لها دور متواطئ مارست هذا الدور مقددا في عدن وربما استيقظت لاحقا على ورطة فذهبت لتحديد مناطق نفوذ بينها وبين الإمارات لكن هذا الأمر يجب أن لا يستمر يجب أن يذهب اليمنيون إلى التمسك بحقهم باعتبارهم هم الفاعلين الأصلي داخل هذا المشهد والذهاب أيضا ربما يعني من المهم أيضا فتح قنوات اتصال ومعاك مختلف الأطراف اليمنية المجلس الانتقالي هو طرفه مكون يمني وأعتقد بأنه من حقه أن يكون شريكا في المرحلة المقبلة لكن هذه الشراكة لا يجب أن تكون نتيجة فقط لاستقوى بالسلاح والميليشيات يجب أن يكون هناك وضع مختلف تسيطر فيه الحكومة الشرعية بشكل كامل وتندمج فيه كل تشكيلات تحت هيئة ووزارة الدفاع ووزارة الداخل والأجهزة الأمنية الأخرى الاستمرار في هذا الوضع يعني عمليا الاستمرار في خدمة الأجندة والأهداف السعودية الإماراتية وتصبح معها اليمن أمرا ثانويا مستقبلها أمر ثانوي مصير الدولة اليمنية بشكل عام يصبح أمرا ثانويا ويصبح رهن التقاذبات السعودية الإماراتية وفي التالي نحن نضيع عمليا بالتقسيط وهذا أمر لا يمكن أن يقبله اليمنيون وإذا استمرت السلطة الشرعية بالخضوع والإذعان لمثل هذه الإملاءات من قبل السعودية أعتقد بأنها تطلق الرصاص على نفسها أعلن نائب وزير الخارجي عن ترحيب اليمن بدعوة السعودية شقيقة للحوار في جدة لإنهاء التمرد المسلح ألا توجد مخاوف دكتور أستاذ عبد العزيز من الجام جماح انتصار شبواب بأي اتفاقات قادمة كما قلت لك في البدء العملية التي تمت في عشر أغسطس كان الهدف منها الضغط باتقاه إعادة هيكلة الشرعيات اشتراط إدخال مكونات وقيادات ليس فقط بغرض الشراكة وإنما بغرض الاستيلاء والسيطرة على قرار الحكومة الشرعية هناك حديث عن عملية مثلا إعادة تسويق خطة كيري لكن خطة كيري التي كانت تشمل الحوثين يتم إعادتها بصورة أخرى لتكون فقط داخل الحكومة الشرعية بحيث يتم تعيين نائب رئيس قديد يتم لنقل صلاحيات الرئيس إليه يصبح في النهاية الرئيس عبارة عن شكل رمزي يمثل فقط غطاء لمشروعية التحالف وبالتالي سيأتي بشخصيات تنفذ هذه الأجندا وتتمالأ مع مخططات الأطراف الفاعلة داخل التحالف وبالتالي سيكون اليمنيون بثانويون تماما في هذا المشهد هناك لعبة تدار واضحة منذ البداية يتم إنشاء تشكيلات بأسمى القيش الوطني بعد ذلك يتم استنزافها في القبهات تضرب بمواسطة الطيران وما يسمى بالقصف الخاطئ يمنع عنها السلاح توقف القبهات يتم استنزافها ربما انتقلنا إلى مرحلة من أقل تصفية هذه التشكيلات والتكوينات والمقية بتشكيلات وتكوينات جديدة من أقل الهيمنة على البلد بواسطة وكلاء لأطراف خارجية وهذا أعتقد بأنه هو الخطر الكبير على البلد نعم إذن هناك مطالبات لإخلاء القوات الإماراتية مواقعا من الموانئ والمطارات والجزر اليمنية برأيك ما هي أدوات الضغط الشعبية لفرض هذا القرار كأمر واقع الحديث عن ضغط شعبي في هذا الوقت وبينما نمتلك حكومة وحكومة شرعية ورئيس موجودة أنا أعتقد بأن هذا الأمر شكل من أشكال العبث الشعب منذ البداية ويطالب بالسيطرة على هذه الموانئ الصحفيين، الكتاب، الناشطين، اليمنيون بشكل عام يريدون استعادة هذه المنشآت الحيوية التي تخص حياتهم لاحظنا خلال أربع سنوات ومنذ استعادة السيطرة على الموانئ كل هذه الموانئ توقفت أو تم تشغيلها بشكل جزئي بحيث يصبح بناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الحوثيين هو المصدر الرئيسي للسلع والواردات اليمنية إذن من تخدم هذه السياسة التي انتهجها التحالف؟ هو يقول أنه قاء من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين بينما هو بنفس الوقت يقوم بخدمة الحوثيين من خلال الإبقاء على هذا الشريان الحيوي في منطقة الحديدة كمصدر وحيد لتدفق كل السراع والواردات لليمن حتى المناطق المحررة وهذه واحدة من الفضايح الكبيرة لهذا التحالف الذي يدعي أنه قاء من أجل إعادة الشرعية نتحدث عن مطارات لا زالت تستخدم كمقرات سرية وسقون وقواعد عسكرية لمصلحة التحالف وبينما اليمنيون يقطعون آلاف الكيلومترات من أجل الوصول إلى مطار في أقصى الدنيا هناك إشكالات كثيرة تضع التحالف أمام ألف سؤال وسؤال بالذات هذا التحالف ماذا يريد بالضبط؟ هل حتى على مستوى القنوب؟ هذه المنشآت والمطارات والموانئ لو كان تم تشغيلها فقط لتمكنت من تشغيل وخلقت فرص لعشرات الآلاف من أبناء القنوب فرص عمل لكن لأن المخطط هو خلق وتشكيلات وصراع طويل الأمد كانوا بحاجة فقط إلى جنود ومقاتلين ليكونوا وقود معاركهم ومخططاتهم في البلاد نعم إذن نسمحنا أستاذ عبدالعزيز أن ينضم معنا الأستاذ علي الأحمدي أمين عام مساعد حركة النهضة عبر الهاتف من أرياض مساء الخير أستاذ علي مساء الأنوار مرحبا أستاذ الكريمة ومساء الخير لأستاذ المشاهدين جميعا أهلا بك بداية كيف قرأت زيارة رئيس الحكومة وعدد من الوزراء والقيادات العسكرية لشبوة يعني بداية نحيي كل أبطال محافظة شبوة الذين أعادوا الأمل وأعادوا الروح لكل اليمنيين في شرق البلاد وغربها شمالها وجنوبها لأن الشرعية هي الحل وهي المخرج لليمن والتمسك بموسات دولة هو الذي يمكن أن يحقق المصر على ميليشيات الحوثي ويعيدنا إلى جدة الطريقة التي كنا عليه قبل انقلاب الحوثي أن يعود الخيار للشعب اليمني زيارة الحكومة بالتأكيد كان لها أثرها الكبير لتأكيد الانتصار الذي يتحقق وقمع هذا التمرد الذي حصل من قبل المجلس الانتقالي الذي يريد أن ينقل مشروع الفوضى الذي يجري فيه عدم ومشروع تعطيل مؤسسات الدولة يريد أن ينقل إلى باقي مناطق الجنوب وباقي مناطق المحررة زيارة الحكومة وعقد اجتماع رسمي ومع السلطة المحلية ومعلقين الأمنية في محافظة الشبوة والتوجيه بمعالجة كثير من القضايا وأهمها استيعاب كل القوى التي أعلنت انضمامها للشرعية كانت مسكرات هي من أبناء الشبوة في النهاية وأيضا قرار برفض المحافظة بميزانية للمعالجة للفريعة لأبرز المشاكل التي تعانيها المحافظة هذه بالتأكيد زيارة إيجابية وهي خطوة في الطريق إن شاء الله للوصول إلى حقيقة الاستقرار في جميع المناطق التي سيطر عليها هذا التمرد وهذه الفوضى وسنصل بإذن الله إلى الوضع المستقر الذي ننشده منذ أكثر من أربع سنوات منذ أن تحررت مدينة عدن ونحن نأمل أن تقوم الحكومة بدورها وأن تحلنا المشاكل العالقة كالوضع الأمني المتردي في عدن والمحافظات المجاورة الوضع الخدمي المتردي بإذن الله شبوة وانتصار شبوة سيمكن الحكومة ويمكن كل المؤسسات الدولة من العودة من جديد لبناء مؤسسي حقيقي فاعل وليس شكل صوري كما كان حاصلا في العاصمة الموقعة عدن حيث تبقى الحكومة حديثة في قصر معاشيق وليست ممكنة من ممارسة مهامها مهامها بسبب وجود المليشيا الخارجة عن سلطة الشرعية والتي كانت هي العامل الأساس في عرقلة تحرق الحكومة طوال السنوات الماضية وعرقلة بناء المؤسسات بشكل أمني كانت مع الأسف مجرد قوات أمنية تنفذ أوامر بعض الدول التي مع الأسف خرجت عن هدف التحالف الذي جاء التحالف وجاء الدعم العربي للشرعية لكي تؤاد الشرعية تؤاد مؤسساتها ويتم دحر الانقلاب الذي هو في النهاية خطر يهدد المنطقة بشكل عام هل ما زال هناك جيوب أو مواقع عسكرية ما زالت تحت سيطرة الانتقالي أستاذ علي محافظة شبوة نستطيع القول أنها باتت في كل مديرياتها وكل معسكراتها تابعها للحكومة الشرعية وتأتمر بأمر رئيس أدرب منصور هادي وتأتمر بأمر القيادات القوات المقلحة هذا المصر الذي يتحقق إن شاء الله سيعقب وتحرك في باقي المحصوبات لفرض سلطة الدولة وههيبة الدولة وعودة الانتحياة للمؤسسات وجميع المرافق الحكومية والخدمية هناك من يقول أستاذ علي أن ميناء علي يوجد به ثكنة إماراتية ما صحة هذا القول بشكل عام نحن نتكلم أن جميع المواقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية إن كان هناك من تفاهمات أجرتها الحكومة الشرعية على شقاف التحالف للتمهيد لسحب أي تواجد للمعذكرات الخارجة عن طلقة الحكومة الشرعية لا توجد عندي معلومات مؤكدة حول هذا العمر لكن الذي وصلني أن أغلب أو كل المعذكرات التي كانت تابعة لما يسمى النخبة صارت بيد الحكومة الشرعية ونحن نأمل بعد قرار رئيس الحكومة باستيعاب العسكرات التي أعلنت ولائها للحكومة استيعابها في قوام الجيش والأمن وفي النهاية أبناء شبوة وهم إخواننا وأبناءنا وقاموا بمهام تسبيت الأمن في بعض المديريات كان ينقصهم الاستيعاب من قبل الحكومة وها قد وجهت الحكومة بذلك ولذلك فمعلومتي أن كل المعذكرات باتت تحت سيطرة الحكومة على ذكرك للتفاهمات أستاذ علي ألا يوجد مخاوف من إعاقة مشروع فرض سلطات الدولة تمكينها من إدارة بقية المحافظات الجنوبية إذا ما حدث هناك أي تفاهمات أو حوارات مقبلة والله الحقيقة أكتب الكريمة أن درس ما حصل في شبوة ينبغي أن يكون له ما بعده يعني أثبتت محافظة شبوة وأثبتت الحكومة بشكل عام الحكومة الشرعية بوقوفها بجدية وإدارة الملف ملف التمرد في شبوة أنه بإمكانها المضيف حل حالة الأمور بدلا عن المراوحة ومحاولة يعني الإيجاد حلول ترقيهية أو ما شابه ذلك ذلك أعتقد أن العودة إلى المقطع السابق سيمثل نكسة بالتأكيد ولا أعتقد أن هناك أحد من القيادة ومن في الحكومة يريد بهذا الأمر نعم إذا شكرا جزيلا لك علي الأحمدي أمين عام مساعد حركة النهضة كنتم معنا عبر الهاتف من الرياض عودة إليك أستاذ عبد العزيز أستاذ عبد العزيز يعني بعد الإنكشاف الذي أكد دعوات ومطالبات الوجود الإماراتي في اليمن من وجهة نظرك لما حتى اللحظة لم يقم أو لم تعلن اليمن إنهاء الدور الإماراتي في اليمن وإخراجها منه عندما طرع هذا الأمر بإلحاح خرج قرقاش وتحدث بشكل صريح وكان يوجه رسالته للمملكة العربية السعودية يقول بأننا نحن قئنا إلى عاصبة الحزم تلبية لدعوة السعودية وهي السعودية هي وحدها من يقرر وجودنا من عدم وكانت رسالة يضع فيها السعودية أمام مسؤوليتها وأيضا يضعها أمام ما يشبه مأزق فهي عمليا كانت تمنح بعض الإشارات لناشطين ومقربين من دائرة صنع القرار في السعودية مساحة للحركة والضغط على الإمارات من خلال الكتابات والتغريدات على المرصات الاجتماعية للحديث عن أن الإمارات تلعب دور سيئ داخل اليمن وبالتالي هو وضعها أمام نفسها وقال بشكل صريح أن السعودية نحن موجودون لأن السعودية تريدنا وهذا ما حصل البيان المشتركة اليوم أكد على هذا الأمر وأن العلاقة الاستراتيجية كما قال نائب وزير الدفاع اليوم في مجموعة التغريدات أكد على هذا المسألة وعلى متانة العلاقات الإماراتية السعودية وأن حلفهما استراتيجية بمعنى أن ما حدث في الفترة الماضية والأحداث الأخيرة في عدن هو شكل من أشكال التكتيك من الصراع القانبي بين الطرفين لرسل حدود نفوذ كل الطرف وبالتالي الأمر مسؤولية الحكومة اليمنية بدرجة رئيسية وعلى الرئيس هادي أن يتحرك في هذا القانب وقد تحدث وقد حملته الحكومة ومجلس النوء ومجلس الشورى مسؤولية التخاطب مع المملكة العربية السعودية ومع المجتمع الدولي بينها دور الإمارات في اليمن لا يعقل بأنه بعد أن تقوم هذه الدولة بإشاعة هذا الخراب والدمار وسفق دماء اليمنيين وتقويض كل المكاسب التي تحققت خلال المرحلة الماضية من الحرب ثم بعد ذلك نأتي ونقول لم يحدث شيء كانت هناك مجموعة أخطاء ونطبط كما حدث بالبيان السعودي الإماراتي وكأن شيء لم يحدث على حساب اليمنين وعلى حسب دماءهم وعلى حساب مستقبلهم فهذا شيء غير مقبول حتى من قبل الحكومة الشرعية علينا أن تتحرك بشكل قوي وعاقل وسريع من أقل مخاطبة المجتمع الدولي هناك مساحات كثيرة للحركة لكن الحكومة والرئيس يغفلون هذه المساحات والخيارات الأخرى بشكل يعني يثير يعني الاستغراب لماذا تبدو الطرق كلها مغلقة أمام الحكومة الشرعية وليس هناك سوى التحالف مع السعودية السعودية حليف مهم لكنها يجب أن تكون حليفا أيضا وفقا للشروط اليمنية إذا كانت تفضل أن تبقي مصالح شريكها وحليفها الإمارات من أجل العبث المزيد من العبث بالمشهد اليمني فعلينا أن نقرر في لحظة فارقة ما الذي يجب أن نعمله وهذه مسؤوليات الرئيس والحكومة الشرعية الاستمرار بالإدعان والخضوع بهذا الشكل هو شكل من أشكال التواطؤ ضد اليمنين ومستقبلهم ودولتهم نعم إذا شكرا جزيلا لك سيد عبد العزيز المجيدي المحلل السياسي كنتم معنا عبر الأقمار الإصطناعية من تعز أشك لكم أيضا مشاهدنا الكرام لحسن متابعتكم لن ألتقيكم في مساء المنين الجديد كونوا برعاية الله وامنه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة